يبقى زي نشطناه بعض لما كنا منقرب الماجنت ده كان بيعمل كهربا او بيصنع وبينتج كهربا جوه الكويل والتالت لنبه بتنور ولكن قلناه بشكل عاصي. يبقى اللي احنا استفدناه من فردي الحركة النسبية ما بين الكوندكتر والماجنت ده بيوجد بي او هنسميه او 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 طبعا يبقى احنا دي اول حقيقة اللي بناها كلمة معناها ان الماجنت ممكن يتحرك والكويل ثابت او ان الماجنت يبقى ثابت والكويل هو اللي ايه? هو اللي اتحرك. تاني حاجة ان الديوز دي اماف دي بينز عليه. اتجاه الكهرباء او الدي اماف الهاتيوية دي هو الكويل دي. تعتمد على ايه? تعتمد على تعتمد على تعتمد على حركة النسبية. يعني انت بتقرب ولا بتابعت? ده هنشوفه هنتكلم عليه في يعني مسلا لما كان هنا بيقرب بنلاقي مسلا البوينتر شاور في الناحية دي. طب لما يبدأ ايه بعد النورس بول نلاقي ان البوينتر يشاور الناحية التاني. الاتجاه بيتغير. بلنا انا على ايه? هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي اللي هو دي ايه ايه اول تاني حاجة? احنا عرفنا اول حاجة هاي اللي بتقود الكهرباء. الكهرباء دي او دي ما في بيعتمد على دي ريكشن يعني بنقرب على الناحية. طيب بتاع دي ما في قيمتها بتعتمد عليه? زي ما شايفنا في الفيديو لما كانت بتزيد كان ال ايه ما في بتزيد. والاضاء كان بتزيد يعني. ولما كنت بحرك اسرع بدخل الماجنت اسرع وبسحبه اسرع كانت برضو الاضاءة بتزيد. دي بقى ال ايه ما في عندي على او معه. سرعة تغير لما تسحب الماجنت بسرعة انت بتخلي مثلا من خمسة لزير بتقل بسرعة اوي او بتزيد بسرعة اوي لو انت بتقرب الماجنت. فعندي مسلا هنا مثال لو انا بقرب الماجنت من الكويل بفلوس في بسرعة معينة ساعتها البوينتر مسلا بيشاور هنا على شرطة معينة مسلا. ايه? انما لما اقرب الماجنت بسرعة اتنين في. يعني بسرعة اعلى. على ان البوينتر بيشاور ايه? بطريقة اكتر. ايه ممكن في الاول مسلا. لما كنت بتحرك بسرعة واحدة بس في. قال ايه مسلا بيشاور على اتنين مايكرو امبير. مسلا. طيب ولما حرك الماجنت اقوى. على ايه بيشاور على. اربعة مايكرو. تاني حاجة اشتنا ورده في فيديو ان هي دايركت مع كلما بتزيد كلما كانت بتزيد. يبقى ايه هي ظاهرة هي فنومنا او امت بقى? لما تعمل للماجنت انتو او 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 يعني الماجنت من الكويل. يعني لما تدخل الماجنت جوى الكويل او تسحب الماجنت من الكويل دا هيسبب دي ما في او طبعا هو في الكويل لما يحصل او تسحب الماجنت مع الكويل دا. يبقى فردي ايه بيقول ان الماجنتيو دي ما في الماجنتيو دي ما في المعمين مع الريت بيويتش زفلوكس تشينجز وبردو دايركت مع الان اللي هي النامبر اف ترنز كلما تزود الريت وفي تزيد كلما تزود اللي هي ما في تزيد لو لسه مش مستوعب دي عبارة عن ايه تخيلها واعتبرها سرعة دخول وخروج الماجنت جوى الكويل. سرعة التغير بتاعة الماجنتيو دا. وبالتالي عندنا قانون اسمه بيقول ان الناجاتف دا هنتكلم عليه كمان شوية او في الفيديو اللي جايبت علي نزول انما ما شايف رقمها في الانسرز. الان هي النامبر اف ترنز. الدلتا فاي عالدلتا تي ومن هنا ممكن نقول ال ايه ما في تتقاس بالفولت. الان مدهاش هي رقم. الفاي بتتقاس بالويبر. الطايم بتتقاس بالسكند. يبقى عالسكند او ممكن نقول ان الويبر فولت في سكند. طيب. عظيم جدا. احنا عارفين ان الفاي ايكولز بي اي وهتكون متفقين مع بعض يا سين يا كوزين. طيب انا هتكلم الانجل ما بين النورمال والبي فهيخد هنا كوزين سيتا. وهارجع فكرك بالحوار دا كمان شايف. فلما اكتب لك دلتا فاي انا قصدي التغير في الفاي. يعني هعمل الفاي الجديدة لها فاي تو مينس فاي وان. طيب هي فاي تو فاي وان ايكول كام يعني ايه اللي ممكن اصلا يكون غير الفاي? وانت الفاي عندك بي اي كوزين سيتا. فممكن اغير في المجندك فيلد. ممكن اغير في الاريا. ممكن اغير في السيتا. دي كلها حاجات هتعمل لي تغير في الفاي. وممكن اغير في التلاتة مع بعض. ممكن اغير في اتنين مع بعض. ممكن اغير في واحد لوحده. بس اغلب المسألة عندنا بنغير في فكتور واحد بس. يتغير البي يتغير الاريا يتغير السيتا. يبقى التغير في المجندك فيلد حقيقي بسبب تغير حاجة من التلاتة دول. تمام? وبالتالي لما اكتب لك دلتا فاي انا قصدي بقى انك تشوف الحاجة اللي هتتغير البي او الاريا او الايه او السيتا. دعا انا اتفرض ان البي هي اللي اتغيرت. يبقى ازن الاريا وكوزاين السيتا ما اتغيروش. وبقى عندك هنا بي تو ماينس بي وان. التغير في البي هو اللي بحسبه. ده عشان احسب ايه? الدلتا فاي. طب افرد جات لي مسألة الاريا هي اللي اتغيرت. اوكي? طلع البي كوزاين سيتا برا. ويبقى عندك جوة اي تو ماينس اي وان. هتجيب التغير في الاريا. طب افرد السيتا هي اللي اتغيرت. هتضع البي اي برا. وتعمل كوزاين سيتا تو ماينس كوزاين سيتا وان عشان تجيب التغير في السيتا. فتحسب التغير في الفاي. يعني انا عايز اوصل لك ان اللي عندي ممكن يبقى في البي او في الاريا او في السيتا. يبقى ببقى ان الفاي ايكوال بي اي كوزاين سيتا. يبقى الدلتا فاي ايكوال دلتا بي اي كوزاين سيتا. فان عايز اوصل لك ان الدلتا دي لو هو التغير ده هييجي عن ايه? هييجي عن ايه? عن التغير في البي او في الاريا او في الاي او في السيتا. يبقى الدلتا ممكن تكتب هنا او هنا او هنا. وده اللي اللي هكتبه لك هنا لو البيت غيرت هيبقى ده الشكل عندي. لو البيت غيرت هايبقى ده الشكل. وطبعا اي او اي احنا عارفين طبعا من شابتر ون. المعلومة الوحيدة اللي انت هتخلص سنويا عام هتتضل فاكرة تول حياتك ان ال في اكوال ايف ار. ال في اكوال ايف ار. ما قول بس الاي هنا هكتب لحتيها اكي? طب ما هو اي اي في الدنيا كيو على تي. صح? يبقى دي عاد طايم. طب ما انا ممكن هفوك الكيو برضو. كنا نبقى انها في شبتر ون. ان في اي. يبقى اول خطوة وانتها ايه? فكت ال ايه ما في? لقى ايه في الار. فكت ال اي لكيو على تي. فكت الكيو لان في ايه? اكتر من طريقة. ده على مدار الشابتر. فكرك بقى بموضوع الساين والكوزاين في الفاي اللي كنا اخدناها في بدايته. كنت بقولك هنحتاجها في جدا. طيب. دلوقتي الفاي هي بيت ايكوال كنا وغادينها بيت ايكوال بي في اريا. فعلشان اصلا يبقى عندي فاي لازم عندي بي ولازم عندي اريا. فكنا بنقول ان في كده ان لازم عشان يبقى عندك فاي تبقى ماكسمام لازم الكويل يبقى على البي. نورمال على يعني مسلا لو ده الكويل لو ده الكويل اهو سلك مستطيل لازم الكويل ما يبقاش ولو ده سهل من مينفعش الكويل يتحط كده. كده. لا ما ينفعش. لازم الكويل خط كده. فبحيز ان الاريا او سريل بي ده يلاقي اريا يخش فيها اللي هو ايه? الشباج ده. لازم الكويل يبقى نورمال. نورمال على المجنين فيلد. انما كده ما ينفعنيش. كده الاريا بزير وما فيش هنا اريا. ده خط صايد واحد. لأ انا عايز لاقي اريا فلازم ابيعمل كده. اوكي? يبقى الفاي ماكس في حالة ان الكويل يكون نورمال. وبالتالي بمجرد مما الكويل يعمل تعال نشوف بقى كده. وبالتالي او ده كان المجنين فيلد اهو. ده تجاهل بيه. واي دي الكويل اهو. وجالك في الامتحان مسلا ان هي دي السيتا. طب ايا كده السيتا بين ايه و ايه? اللي بالزرع ده اللي هو الكويل. واللي باللسود ده اللي هو المجنين فيلد. صح كده? فانا عايز الكويل يقف ازاي? عايز الكويل يقف كده. زي مكتبع لكم شوق. كنت اعمل بقى كده. لازم الاقي ان هو واقف كده. مش مية اللي بقى كده. لازم بيواقف كده. فساعدة هياخد هنا ايه? انا عايزة ارجع ده للوضع الاوليني عايزة واقفه هنا كده. فساعدة هادي الانجل البعيدة فهياخد ساين سيتا. ساين سيتا. يبقى ساين سيتا امتا? لو الانجل ما بين الكويل والبي. طب ولو جاتلي في الامتحان ان هي دي السيتا. هاخد ساة ايه? كوزاين سيتا. او طبعا هنا يرسمدك النورمال كده مسلا. ويقولك السيتا هنا. ما بين النورمال والبي. هاخد برضو كوزاين. وكنا قلنا ساة الجراف سقولنا خلاص لو هنبدأ من اللي هو ده الوضع ساعتها الفايب زيرو. ولو الفايب زيرو يبقى هبدأ من الزيرو فالجراف يبقى ولو هبدأ من اللي هو انا عامل كده ده هبقى اعلى ما يمكن فابدأ من الماكس يبقى كوزاين يبقى لما يقولك ان الكويل هبدأ من النورمال على طول هشتغل كوزاين اللي هبقى من البارل اللي هشتغل ساين. ومن هنا هنبدأ ان احنا نحسب حاجة اسمها ان انا ابدأ من والف انجل معينة فبقى مختلف مسلا انا هبدأ من هنا كده الكويل نورمال فالفة مسلا اللي هي يعني هعمل كده كده ربع طب انا هبدأ من هنا والف نص الاف اهو يبقى كده هلف نص الاف يبقى ادي ربع وادي ربع بنا لفيت نص الاف وهكذا بقى هيبقى عندك ربع لفة ونص الاف وتلاتة ربع لفة ولفة كاملة وممكن كمان يبقى عندنا اي فراكشن سايكل ايا كان الرقم تعال نخلص الحاجة اللي الاسسية او الحاجة اللي ممكن نبدأ بيها اللي هي مسلا اول حاجة الكوارتر سايكل الكوارتر سايكل الاي ما في ايكول دلتا وفايع دلتا تي ده اللي احنا متأكدين منه طيب انت هتدأ مين يا سيدي قال لي انه هبدأ من النورمال بزوشن ادي المجنود فيلد وادي الكويل محطوص في وضع النورمال اللي هو وضع الماكسمام وهيلف في كوارتر سايكل يبقى هيبقى عامل ازاي هيبقى عامل كده انا هيبقى وقف كده ويلف ربع لفة كده ويرجع كده يبقى هو كده اللفة قدية كوارتر سايكل طيب هيبقى حكب الفاي هفوكها لايه فاي تو مينس فاي ون ماشي اول طريقة ان احنا نعوض على طول ممكن طريقة التنين اتكلم بالسيدة انا نعمل للاتنين اول طريقة اللي هي في الحالة الاولى كنت ماكس ولا زيرو كنت ماكس لان انا كنت نورمال فاكتبها فاي ون طيب فاي تو لما لما كويل لفة ربع لفة كده بقى كويل فالفاي هنا بزيرو طيب زيرو ماينس فاي ون نيجيتف فاي ون لما تضرف في البرة ده تبقى فاي ون حلص بقى ان في الفاي عاد طيب طيب ما الفاي عبارة عن بيف اريا هممكن نقول ناب على دلتة تي اوكي ده كده طريقة ان احنا نعوض على طول بالفاي ان احنا عارف لان قمتها هكمل بس هنا حاجة اخيرة ان انا ممكن اشهل الطايم واكتب مكانها كورتر بريودك طايم وانا لفيت ناين تي دي جري انا بحسب البلغتي الرابع لفة اللي هي ناين تي دي جري يعني كورتر سايكل يبقى كورتر بريودك طيب انتقل الاربع فوق يبقى اربع ناب على تحت ده بيطلع فوق طيب واحد على لو اتخيلت معين انك كده في نمبر وان اعتبر انه مش مكتوب طب وانا على ده يدينا ايه يبقى القانون بتاعي ناب اف يبقى ممكن نشتغل بناب على تي ممكن نشتغل فور ناب اف دي طريقة اللي هي ان انا عوضتها عن الفي على طول طب لو عايز احسبها لك بالسيتا بالتغير في السيتا تعال نشوف كده دلوقتي الانجل انا هشتغل بيكو زي اللي هي الانجل من النورمل والبي ده اتجاه المجنون دي كفيل ده اهو طيب فين النورمل بتاع الكويل اهو خارج من هنا لاتجاه النورمل طب الانجل من النورمل والبي ده او السهم الاحمر والسهم الاسود كام زيرو لان ده اوضع الماكس كوزاين زيرو بون فده اوضع الماكس طيب وحالفة قدي بكرة حالفة نانجل دي جري تعال نرسمها قادي المجنوني كفيل ده اهو وقادي الكويل بقى محطوط هنا مولف تسعين درجة طب فين النورمل قادي النورمل مسلا طب كده الانجل بين السهم الاسود والسهم الاحمر كام تسعين بين السهم الاسود برضو رايح كده فالانجل بينهم كام تسعين يبقى الانجل في الحالة الاولى كانت زيرو والحالة التانية كانت ناينتي لان هو الاف ناينتي طيب يبقى انا ممكن اكتب هنا ايه نيجاتف ان واسأل نفسي بقى المستر كان بيقولي الفاي بي ايه كوزاين سيتا والدلتا تدخل على الحاجة اللي بتغير طيب ايه اللي بتغير السيتا يعني هتطلع الاريا والبي برة هتكتبهم برة واكتب بنقصين كوزاين سيتا تو الي هي ناينتي ماينس كوزاين سيتا وون الي هي كوزاين زيرو طيب هنكتب د finishes طبعا كوزاين ناينتي بزيرو كوزاين زيرو بون زيرو ماين bottom ناينسب وان فالناجل في اللي برة يتير مع بعض هايبقى عندك في الاخر نابة على ايه نابة على تي او طبعا زي ما قلنا طب مستر انا مش عاجبني موضوع الكوزين دوت وانا يتخيل النورمال مش عارف فين وبتاع وارسمها وخلص انا ممكن اتكلم بالصين هنا هتكلم على الانجل اللي ما بين الانجل هنا كم? فممكن اقول لك ان السيتا الاولى نيب ايه? اوكي? بعد كده هلفت ايه? هلف تسعين كمان. فهتبقى الانجل عندي هنا وان ايتي. وارجع هحسب بقى. هكتب ايه? على الطايم. وساين سيتا تو اللي هي مية وتمانين. مينس سيتا وان اللي هي تسعين. هتلاقي برضو ساين مية وتمانين بزيرو. وساين ناين تيب وان. هي هي نفس الحزبة. شوف انت هتشتغل بايه. انا بسبت الانجل ما بين النورمل والفيلد بشتغل معك وزاين. في الفاي يعني. وبعد كده لما نوصل انشاطها للدينامو هنلم كل الانجل زي في المنهج اللي هي الفاي والتورك والدينامو والفورس والستريت واير اندوكشن اللي هم هالخمس انجل اللي عندك في المنهج. يبقى انا حسبت كده دلوقتي معك الكوارتر سايكل. بنفس الطريقة بالضبط. هحسب الهاوف سايكل والوان سايكل. طب هتلفها دي ايه? هلف مية وتمانين درجة. فهبقى عامل ازاي? ايه دي اتجاه المجنيني كفيلد برضو? البي. حيبقى برضو الكويل واقف اهو. لو الكويل كان نورمل كده. حلف مية وتمانين. حيبقى برضو بيربينيكلر. فهرسمه كده. طب ايه اللي تغير? اتجاه النورمل. هيبقى باصس الناحية التانية. طيب لما رجع بقى للقانون. ها حكتب ايه? اي اماف نص لف ايكول. نيجاتف. ان اي بي. كده جدا سبتين خلاص. على الطايم. كوزاين سيتا اللي اتغيرت يلا. كوزاين سيتا تو. يبقى هنا لفت مية وتمانين. هنا الانجل كام? زيرو. هنا الانجل. يبقى كوزاين مية وتمانين. مينس كوزاين زيرو. اعكي الكليتر. كوزاين مية وتمانين نيجاتف وان. كوزاين زيرو وان. نيجاتف وان. مينس وان نيجاتف تو. نيجاتف تو في النيجاتف اللي بره ده. يترى مع بعض يبقى تو. يبقى اتنين ناب على الدلتا تي. طب ما ده كلم منطقي هو مش انت اصلا في الربع لفة عملت ناب على تي. يبقى نص لفة اتنين ناب على تي. لان نص لفة هي اتنين ربع لفة. يعني النص في ربعين. فاهم? فانت الربع عملت في ناب على تي. يبقى نص لفة اتنين ناب على تي. كلام منطقي. طيب ممكن برضو جدا من حق ان انا اشيل الطايم اللي تحت وكتب ان هو هاف البريوديك. انا لفة نص لفة. فهاف تي كابيتل. قلنا هنطلع الاتنين فوق. فتبقى اربعة ناب على البريوديك. وقلنا واحد على البريوديك اسمه يبقى ايه ده? طب مش احنا لسه قايلين برضو ان النص لفة. برضو كنا كبين ايه ده من شوية. يبقى ازاي الربع لفة ونص لفة ايكول? ازاي? كلام منطقي جدا بالعال. تعملت تخيل كده ان انت هتلف ربع لفة. في الربع لفة دي انت عملت فاي مسلا اتنين في طايم مسلا ايه رقم تلت سوائن مسلا. طب انا لما لف نص لفة يعني ربع زيادة كمان. هيبقى الفاي كام? هتبقى الفاي ستة. اه سورية اربعة. هتبقى الفاي اربعة. اضعف على طول. والتايم قد ايه? اضعف. يعني انت لما عملت دابلينج في الفاي عملت برضو دابلينج في التايم. في الاتنين يكن سورة بعض. يعني لما تحسب لي هنا. من هنا كده من الربع لفة حسيب لي فاي على تي. دلتا وفاي على دلتا تي. هتكون اتنين على التلاتة. طب في النص لفة. دلتا وفاي على دلتا تي. هتكون اربعة على الستة. اللي هي برضو اتنين على التلاتة. فهم? يبقى ايزا ليه? دي مف في في الهالف سايكل اللي هو الدلتا وفاي على الدلتا تي. في الاتنين. او في الاتنين. بحيس ان انت لما عملت في الدلتا فاي. لما عملت دلتا تياميس تو. عشان انت اللي عملت الرمعية زيادة. بده عملت رو بلفة عملت نص لفة. انت برضو عملت في التايم. فالتو تروح مع التو. كده انا ازبطي لك الكوارتر سايكل والايه? والهاف سايكل. اتحال نزبت ببعض الكومبليت سايكل. مش محتاجة اوي حسابات. بالمنطق كده. اكيد الانصر زيرو. ليه? عشان ده وان سايكل. هو في الاول كان مسلا السهم الفوق اهو مسلا. حلف في لفة كاملة. ادي ربع اتنين. تلاتة اربعة. يبقى اربعة اربعة لفة كاملة. رجاية النافس الوضع اللي كنت في في الاول. في الحالة الاول اكيد في الحالة التانية برضو في اريا. تعال برضو رسمها لك شو انت تخيلها معي. في الاول هيبقى في هنا. وضع الماكسمم. واتجاه النورمول مسلا هنا يا سيدي. يعني دايما بقى خرج من الكويل كده. شو نورمول على الكويل بقى خرج من ايه? خرج من الكويل. دايما النورمول على الكويل. طب هنالما لف تعال نحط هنا علامة عشان نميزه. دي بدايته مسلا. حيرف لفة كاملة. لما هو هيرجع لنفس الوضع. هيعمل كده برضو. اهو? وبرضو دي تبقى هنا. النورمول هنا. طب الفاي هنا بكام? بيف اي عشان ده اوضع الماكس. وبعد رفة كاملة برضو الفاي بيف اي. فلما تجيبي لو ده ماينس ده. هيبقى الانصر عندك زيرو.